سلام عليكم معاكم الدكتور هلال يارب تكونوا جميعا في احسن صحة واسعد حال قدامنا دي رسمة الإنسان ومبين الجهاز الهضم بتاعه اللي بالخفيف ديت الكبد والأمعاء الرفيعة والمعدة هي وبعدين اللي يهمنا هنا هو منطقة القلون القلون بتقسم إلى أربع مناطق القلون بتقسم إلى أربع مناطق السيندينج اللي طالع والمستعرض اللي بالعرض ودي السيندينج اللي نازل وبعدين الأخير ده اسمه سيجمويد كولون وقبل الشرج على طول المنطقة ديت اللي اسمها الريكتم أو المستقيم بتنتهي بفتحة الشرج النهاردة هنتكلم عن سرطان القلون وازاي نكتشفه مبكرا إيه اللي نعمله عشان نكتشف سرطان القلون قبل حدوثه سرطان القلون ده من السرطانات المشهورة جدا صيان عند الرجالة أو عند الستات في الولايات المتحدة الأمريكية لكن الوضع هيختلف لو أن الناس بتغضع للفحص المبكر السكرينينج لكشف احتمال وجود سرطان القلون عندهم لكن الناس بتخاف تعمل هذا السكرينينج الموجود حاليا الفحص الحالي اللي هو بيتم عن طريق الاندوسكوبي المنزار لأن الناس بتخاف من المنزار وبتعتقد أنه شيء مزعج جدا أنهم يخضعوا لعملية المنزار فحديثا تم اقتراح طريقة جديدة لعمل الاسكرينينج لعمل الحصر للحالات اللي ممكن تتعرض لهذا السرطان وبالتالي الكشف عنها مبكر فيه اختبار اسمه FIT اختبار مناعي بيتعمل هذا الاختبار اجريت عليه دراسات كثيرة اختير 30 دراسة سابقة بحث سابق اجري على هذا الاختبار مجموعة من الباحثين حديثا بدأوا يدقيقوا ويدرسوا مرة تانية النتائج التي توصلت إليها 30 دراسة سابقة من الدراسة والتدقيق وجدوا أن هذا الاختبار فعلا يعتمد عليه في الكشف المبكر عن احتمال وجود سرطان القلون والمستقيم هذه الدراسة تم نشرها في مجلة الطب الباطني Annals of Internal Medicine طيب ايه الخيارات اللي قدامنا عشان نعمل فحص مبكر او حصر للحالات اللي ممكن يجي عندها سرطان القلون كيف يتم عمل الفحص المبكر هناك طرق مختلفة منها طريقة المنظر المتبعة حاليا ولكن كثير من الناس يستسئل انه يعمل المنظر ولذلك في الخيار الآخر وهو مناسب لهولاء الناس ايه هو اختبار اسمه بيتعمل في البيت FIT Home Test اختبار يتعمل في البيت بدون الحاجة لعمل المنظر المريض من دول او الشخص من دول بيطلب لعبوة الاختبار المنزلي ويجمع عينة صغيرة من البراز عن طريق مسحة وهذه المسحة يرسلها الطريقة مشروحة في العلبة طبعا يرسلها الى المختبر لتحليلها المختبر بيقوم بعمل التحليل لاكتشاف دم موجود في البراز دم غير مرئي مخفي في البراز يعني فايدة التحليل انه بيكتشف الدم الذي لا نراه في البراز او لا يمكن ان يراه المختبر بالتحليل العادية طيب ايه معنى وجود دم في البراز سيانة دم ظاهر او دم خفي وجود دم في البراز ده ممكن يكون عرض من الاعراض المبكرة جدا للاورام الحميدة في القلون او اي نمو غير طبيعي في بطانة القلون او المستقيم او سرطان ايضا قد تكون مؤشر مبكر لسرطان القلون وفي الوقت الحالي لا يتم فحص كل شخص عرضة او معرض ان يصاب بهذا المرض لسبب بسيط فقط 65% من الناس الاكثر احتمالية للاصابة بالسرطان القلون بيقوموا بعمل السكريننج القائم وهو المنظر البعض 35% المفروض يعملوا ما بيعملوش فبالتالي الاختبار ده الافا اي تي هوم تيست ده شيء مناسب جدا ليهم لعشان تشخيص المبكر لسرطان القلون ولكنه في نفس الوقت اقل جودة يعني مش ممتاز او مش جيد جدا في كشف الاورام الحميدة في القلون ولكن كويس لسرطان القلون مين هم الناس الاكثر عرضة وايه هي الاعراض المبكرة اللي ممكن تدلنا او تؤشر على احتمالية وجود سرطان القلون الاعراض الشائعة لسرطان القلون والمستقيم هي تغيرات في عادات التبرز اسهال امساك تغيرات في تماسك البراز قد يكون لينة ينصبح لينة او صلبة وجود دم في البراز وايضا وجود الام في البط العوامل اللي تقول هذا الانسان عرضة اكثر عرضة من غيره تاريخ العائلة المرضي يكون عندهم هذا المرض البدانة وزيادة الوزن عدم الحركة والنشاط التدخين اتباع نظام غذائي في افراد في تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة الخلاصة نوصل لخلاصة وهي ان سرطان القلون والمستقيم هو احد اكثر الانواع السرطانية القابلة للشفاء دا امتى اذا تم اكتشافه مبكرا ولذلك يجب على الجميع البدء في الفحص الدوري للكشف المبكر عن سرطان القلون هذا الفحص مهم جدا بغض النظر عن الطريقة سيئا منظار او الاختبار في البيت او اي طريقة موسيقى